في إطار المرسوم رقم 46 لسنة 2022 الصادر عن جلالة الملك المعظم والذي ينص على نقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين بهدف تعزيز الانخراط في التعليم المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بادر مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية في بولي تيكنيك ومهد البحرين للتدريب بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة الخطة الانتقالية وما تتضمنه من تدابير وإشراءات أكاديمية وإدارية ومالية وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين أن صدور المرسوم يأتي ضمن استراتيجية تطوير التعليم والتدريب مشيدا بما تحظى به المسيرة التعليمية من رعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المبادرات الخاصة بتطوير التعليم والتدريب تشمل العديد من المجالات ومن بينها الارتقاء بالتعليم الفني والمهني وأوضح النعيمي أن معهد البحرين للتدريب شهد تطورا خلال السنوات الماضية في برامجه التي يقدمها لمتدربيه وكذلك بالنسبة إلى البرامج التي يقدمها بناء على طلب عدد من مؤسسات القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر